بعد أن ضرب أرقاما قياسية في سباق الأسعار والإيجار تجاوزت في الأولى 300% وفي الثانية أي في الإيجار نحو 100% في بعض المناطق مارد الأزمة المالية ينهض من بلاد العمسام فيصفع القطاع العقارية في قطر ويعيده إلى جادة الصواب بيد تصحيح التي جاءت مؤلمة على طرفي المعادلة العقارية وتهاوت بفعلها القيم السعرية والإيجارية بشكل راماتيكي ما دفع الحكومة أنذاك للإسراع في إنقاذ الموقف عبر شرائها للمحافظ العقارية المملوكة للبنوك بما تجاوز الخمسة عشر مليار ريال إثر إفراط تمولي وصف بغير الحكيم ودفعها أي بنوك للتشدد في تمويل قطاع احترقت أصابعها بتمويله حركة التصحيح الموجودة في العقار كانت واجبة وضرورية على أساس أن تحاول توفر هذه السلعة على عدد كبير من المواطنين والناس الكل سيتعلم من المرحلة السابقة سواء البنوك أو المطورين الكبار اللي يوسعوا من تعاملهم على المكشوف وكمان المطورين الصغار اللي يحاولوا يغطوا السوق بمنتجات نوعية رديئة تصحيح كان لابد منه برأي محللين بعد أن شبت الأسعار عن الطوق ودفعت بأرقام التضخم إلى مستويات قياسية متجاوزة الخمسة عشر في المئة في العام الفين وثمانية والتي تزامنت مع نقص في المعروض السكني والتجاري وارتفاع في أسعار مواد البناء فضلا عن العبث المضاربي من بعض أنصاف العقاريين والذين لفظتهم الأزمة فيما بعد تصحيح وازن في معادلتي العرض والطلب وسهم في تراجع تدرجي في أسعار العقار تخطى السبعين في المئة وفي الإيجارات بنسبة تخطى الخمسين في المئة بينما بقي الطلب على المعروض التجاري مرتفعا في ظل حديث يفيد أن التوازن والاستقرار أصبح واقعا على المستويين السعري والإيجاري هناك أصبح طلب كبير على هذه المساحات الكبيرة سابقا كانت هناك أبراج كثيرة فارغة لم تملأ من المستأجرين أما الآن هناك توجه دعنا نسميه هجرة هجرة الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها والشبو الحكومية إلى منطقة الوسبة إلى الدفنة فأصبح هناك ملء لكثير من الشواغر الموجودة هنا قطر التي رصدت في عامها المالي الحالي نحو سبعين مليار ريال كأنفاق حكومي على مشاريع البنية التحتية تستكمل إجازة حزمة من المشاريع العقارية الضخمة وعلى رأسها مشروع مدينة اللوسيل ومشروع مشيرب بإستثمار يزيد عن العشرين مليار ريال فضلا عن مشاريع الشركات بروة ومزايا والمتحدة للتنمية ومشاريع المونديال وذلك الاستيعاب الطلب المتزايد على المخرجات العقارية والتي تنسجم معدلات النمو الاقتصادي والمقدرة بستة في المئة هذا العام بحسب صندوق النقد الدولي وزيادة السكانية المرتقبة والمقدرة بنحو 12% والمرشحة للزيادة في السنوات القليلة المتحدة